أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل عندنا في المنطقة الجنوبية انتر الناس ببئر يقع في محايا العسير واعتقدوا أن فيه شفاء فهم يقتسلون منه ويشربون منه ويسافرون من أجله مسافات طويلة فما حكم فعلهم ذلك وما هي النصيحة للناس الواجب أن يكتب تقرير عن هذه البئر وما يحصل فيها ويرفع الإفتاء وينظرون فيه إن شاء الله نعم